بكم من جديد مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من برنامج بلد سبور في الجزء الأول تكلمنا على الشان وما ينتظر الجزائر من استحقاقات في هذه الدورة سوف نواصل الحديث قليلا فقط فيما يخص هذا الموضوع لننتنقل بعدها إلى شبيبة القبائل العادل لا توقفنا ربما عن مدى جاهزية الجزائر وعن ضيوف الجزائر نعنولي لملعب نيرسون مونديلا ببرقه هنا بالعاصمة سيكون مخصص للمنتخب الوطني الملعب المجور له سيكون مخصص لكذلك لكتيبة بوغراء أو لا؟ ملعب تدريبات ملعب تدريبات سيكون الفرق الأخرى المنتخب الوطني سيضرب في سيدي موسى المنتخب الوطني سيضرب في سيدي موسى سيضرب في سيدي موسى فيه ملعب رويبة فيه الملعب الملحق لخمسة جويدية كان في بن عكنون لا فيه ملعب بن عكنون ملعب كنابسة بن عكنون فيه رويبة فيه خمسة جويدية الملعب ملحق لخمسة جوديا وفي أيضا الملعب الملحق لملعب نالسان مانضيلا اللي راح يكونوا ملعب تدريبات صحة انت بخبرتك ربما إعلاميا ما ندخلكش في الأمور التنظيمية الخاصة بالاتحادية هل تشوف أنه المنتخب المحلي يتلقى ربما عنده كل سهيلات وعنده كل ما نقول سهيلات يملك كل مقاومات من ناحية اللوجستيكية حتى يكون في أرياحية في هذه الدورة شوف المنتخب الوطني المحلي رو يحذر منذ حوالي من كأس العرب اللي فاتت في ديسمبر 2021 واللي فاتت بها كتبة مجيد بوغرا هي رو يحذر من ذاك الوقت هو يحذر للشان هذا كل شهر حوالي كل شهر فيه مباريات مباريات ودية يلعبها المنتخب الوطني المحلي ما تنساش أيضا أنه المنتخب لعب مباريات في الخارج في تربوسات عدة في الخارج وحتى في الجزائر تبقى له أيضا مباريات قبل قبل بداية البطولة لكن نظن أنه تكلمنا إعلاميا إعلاميا المنتخب الوطني ما زالوا شوية ناقص ترويج إعلاميا بارقلاوفي نتكلم عن ترويج ليس فقط المنتخب الوطني المحلي المنتخب الوطني المحلي وحتى للشان الشان هذا ناقص إعلاميا ناقص ترويج وعلى هذا نقول لزاما على الصحفيين الجزائريين ولا الإعلام الجزائري باتحادية أنه يساهم الإتحادية ولا الناس الكل اللي رأيت تشتغل في الشان أنه ترويج للشان هذا بطريقة كبيرة ولازم نرويج له أكثر وأكثر خاصة كذلك يا سمي يزيد بعد الأندية ولا بعد فرق جزائري تقول لك الترابوس دون اللاعبين يعني هذا الكلام مصلحة البلاد قبل مصلحة المعدي بكثير صحيح صحيح هذا ما نتمنى اجتموح بنت نقول فقط أنه خلية الإعلامية والإعلاميين المحليين أنه سيكون المهمة تقطير والتنظيم فيما يخص الشان تمنى أن يكونوا في المستوى لأنه تريزي أمورتون رغم أصدقاءنا ورغم أزمالاء لا أعلم ترويج ريازي تسمح ترويج للشان ليوم المفرض يكون يترويج لتركوما لازم نطالف لقد فترت كأس العلم لقد أطرت شوية لنغو ممكن مع كأس العلم لازم نراحب لازم كما قولوا باللغة الفرنسية لازم أميل ويقوموا بالدركوما صح نملك قناوات نملك قناوات كبيرة هنا بالجزائر وعلى جزائر كبير من قناوات يتم ترويج لها جزائرية لكله صح نتمكننا إن شاء الله هذين مختصين 15 يوم إلى 13 يوم أم لشان نملك المختصين نسم كل يوم كل يوم مختصين جزائرين إعلامين ليران في الخالية إن شاء الله يعطيهم الأسماء وإن شاء الله يروحوا لإبلاطو يمشوا البلاتو وباش يروجوا تعيني من أجل التعين وفقت رح تروج لبلائك ورح تقوم بالمهمة ديها مهمة إعلامية بامتياز نقص تلك الشركة الرعية ولا يظهر أنا أظن أنه من الفوق رح يكون ترويج أكثر للبطولة خاصة أنه غدا إن شاء الله رح تكون فيه الندوة الصحفية ورح تكون فيه لانسمن تميمة لماسكوت الانسمن التميمة اللي رح تكون فيه ومضات فيه كل شيء رح يكون إن شاء الله هتا رح يكون غدوة رح تكون بالك لانتلاق الرقائي رسميا لتحضل أنه في الناحية ترويج للشان رغم نقصين ورغم تحت المستوى ماذا بنا معاولين تنظم ماذا بنا نمشي للسرعة القصوى في 13 اليوم ونحن من هذا البلاتو بريزيدون نوجه الدعوة لكل من يملكوا الدور في تنظيم فيما يخص الشان مرحبا بي هنا بالبلاتو وفي قناة البيلات مرحبا بممثلي وزارة شاب الرياضة مرحبا بممثلي الاتحاد الإفريقي الاتحاد الزائري يكون قادم ومرحبا يجب إضافة تكون بوزيتيف مرحبا بممثلي الاتحاد الإفريقي فيما يخص القسم الإعلامي عدل ضردارك مرحبا بيك في أي وقت رب يا عاشك رب يا حافظ بارك الله وفيك ولو أنه حبيت نضيف نقطة المنتخب الوطني المحلي خاد 13 مباراة ودي يا جلال فاز بثمان مقابلات وتعادل في ربعة وانهزم في مباراة واحدة وسجلوا 21 هدف في جميع اللقاءات الدولية اللي لعبها المنتخب الوطني سيطرز امبوردان هذا العادد خاصة أنه شيء إيجابي أنه السيد بوغرة وطاقم بتاعه عمل منذ تقريب سنة مع نفس المجموعة نفس النوات يعني يقدر يخدم لها كويزون في الفارق تاعه ما شفناش نقوله مغادرة لعبين للخارج أو شيء من قابل يعني يقدروا يعملوا بإرياحية مع مجموعة وحدة وهذا ما نتمنى توفيق للمنتخب الوطني المحلي والتوفيق للجزائر في هذا العرس الكروي عادل تبقى معنا باش نكمله ستومه كإعلامي الآن احتعتولي كإعلامي عادي ما عندكش ارتباط مع الاتحال إفريقي اللي يكون القادم باش نتكلم على شبيب القبال البرزيدون سيكون حاضر معنا وسيكون عرس هرادة ورئيس نادي الهاوي سيد جعفر أيتمولود في هذا الأسبوع كان تم ربما عقدته جمعية عامة عادية وجمعية عامة غير عادية شبيبة القبال الجمعية العامة توافقوا على انضمام شركة موبيليس للفريق مبروك عليكم تجاه تودابو لأنه في كرة القادم الجزائرية وفي كرة القادم المحترفة أصبح من الضروري أنه شركة وطنية ومرائية لأي فريق ينشط في المحترف الأول لأنه أموال كبيرة وأموال ضخمة هذه الصور التي نشاهدها المشاهدين الكرام خاصة بالجمعية العامة العادية وبعدها كانت الجمعية العامة الغير الاستثنائية عفوا الغير العادية ومن ثم ربما تمت الموافقة على منح الترخيص والموافقة لشركة موبيليس من أجل امتلاق النادي شكرا لازم نقول أزول في الله مرحبا مرحبا يسون مرحبا يسون شبيب القابل مرحبا مرحبا مدام أنه نخصص هذا وقت من هذه الحصة باش نتكلم عن شبيب القابل فيما يخص يعني الجمعية العامة العادية يعني بدنا بالجمعية العامة العادية يعني جرت على كل حال الجمعيتين جرت في ظروف حسنة يعني 2021 مالغريك لو إلا جري إلا جري تقرير اللي كان هو رئيس فيها اللي كان هو رئيس فيها هذا هو يعني باش تشوف يعني مكاش تفضل تفضل باش نعيش اليوم كل هذه المشاكل ولكن على كل حال المهم هو أن البيلان يعني العادية الجاز رغم أن كانت سيارتي وحنا سيرنا إلا ثلاث أشهر بكل المشاكل تيها وهنا بيودي نشكر يعني سي رئيس الحالي تعشاب بالقابل وهو يزيد ياريشان ورشيد أزواو للأمانة للأمانة كنا تصلنا سامعني تبدلوها للأمانة فقط كنا تصلنا بالرجل جلال كنا تنقل غير موجود هنا غير موجود نوزا 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 جعف راية المولود مرحبا بكم كنا تنقل باش لجمهور يفهم علاش ما كاشو يزيد ياريشان راح في مهمة ربي وفق وانا من نحن نجاوب على الكل بك يعني للي عندنا في كين الشفافية الشفافية ونس قاعد هل تمت الأمور بطريقة عادية وهل تمت الموفقة على بيع هذه الشركة فيما يخص نروحه درجة درجة يعني فيما يخص درجة درجة لا أريد ترباح بقدم الشركة رقم فيما يخص درجة بصفة عادية قاعد الناس وفق للرجل هذا لماذا لا تسمي الرجل والله بشتون رئيس لماذا لماذا لا تشعل السؤال هذا من حق من حق أنا نجاو في بلاست وعائلة كان عائلة من وراه ما لقش ننسو العائلة لا تكسع هذا ونحترم عن الناس ما ربونش طربي يعني نحترم كلهم يعني رئيس سابق إلا رئيس سابق لمصوتش على الإجزارسيستي وعلى كل حال وحتى الجمعية العمل استثنائية رجاكس الاكستراردين رصب جانا الاكستراردين الأغلبية نجم نوضح تفضل ما نقاطعكش يلا تفضل إذن باش وصلنا للجاكس باش نعطو الإجزارسيستي كنا حضرنا في السياسة إن أسمبلة جنارية إكستراردين وين قاعد الممبر للأسمبلة قاعد الممبر تعلق السياسة بناعم باش السياسة يمد الإجزارسيستي شركة موبيلية وهذه يعني حاجة بسيطة كما في الشركة إن أكسونير تفضل إجزارسيستي إن أخر أكسونير وإحنا سياسة أكسونير أكسونير سيضير بعد Yam ساعد يقدم كسونير أكسونير شركة هم من دورهم قدموها للجمعية العامة يوافقوا بالجمع مع الرئيس سابق للشركة وهذه ثانية جاءت بعد اللقاءات اللي جرت بيننا وبين شركة موبيل توقف عند هذا الحد سيد جعفر هل تم الموافقة على بيع كل أسهم لشركة موبيلس أم تركتوا جزء من الأسهم للنادي لها والله كانت عندي رخصة باش نبيع أكبر عدد ممكن من الأسهم لشركة موبيلس شحال بعتوا بعلنا لشركة موبيلس السياسة سيدة 40% من هذا العدد قدر مجتمع لكو 94% يفو جس فار يشوزي نعم سيدة 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 ويشوز ويشوزي سيدة 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 هل تعطيتهم باطل تنزلتوا عليهم؟ لك بعد هذه مزال ما هدلناش معه مع الموبيلس هذه جي جي أم بعد لك لأننا كما يعلم الجميع أن المترجمات المترجمات لديهم المترجمات 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 قد تعلاجي أسكاليوب إذن كان هذا تصريح الرئيس السابق سيد شريف ملال اتهام خاطئ قطعة أرضية من دو مليار نفسون إلى دو مليار ستسون إحتى سعى وستين مليار هل سامحني هل فعلا حقيقة ما يقول الرجل وماذا وإذا كانت حقيقة وشنو الشي ليخلى هذه الأرضيات والتي تضعف وتضعف وتضعف إلى هذا العدد إلى هذا المبلغ تفضل كان بزاف لسيفان محبيت نتكلم عليهم نحن 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 نرد عليه على السؤال الأول ونقال لك للنوذي نرد أرمنا درجان كنت إلا لسي سا بلس يجب للنوذي درجان للنوذي 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 لدي أرمنا 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 لن 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 تقوم بالنسبة لن لن يجب usted يجب لن سا 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيد شريف منه كان يقول بالسيد ياريش دياريشان كان نجيب شاك أبلو تسريحات مواتاقة أنه سيد ياريشان جاء شابو القبائل قال المشاكل مليئة شابو القبائل خلاص فلعات تاعد donc effectivement بالقبال وشغول تنتير il a promis de l'argent et cet argent il l'a dépensé ياريشان en début de سaison il avait à payer les joueurs تعلال il avait à payé les engagements il avait à payé les entraîneurs أموال الخاصة هو راشيد أزواو كيف أجتمل المشاتل في السيزن؟ راشيد أزواو سيحضر معنا في السؤال الثالث دعوني مدابيات كميلي كيف تتجاوب على الرئيس السابق سيد شريف ميلا تجاوب نقطة بنقطة لحقنا إلى كيفية امتلك نادي الهاوي 94% قتلي من الأسهم وقضية القطعة الأرضية أو يتكلم على تدخيم قيمة الأرضية ماشيحنا اللي ضخمناها مكاينة دوق نفهمكم واحدة وحدة تتعلكم بالدليل وبالغلاق وكل نحن درنا السياسات داروا في وقتهم ماشية كي كنت أنا دعنا نجيت في عشرة نوفمبر 2020 ماشية كي نجيت في وقت نحن داروا نحن داروا نحن داروا ماشية كميسير أمواتور ماشية كميسير في وقت حمي ادرياس في وقت نحن شريف حناش الله يرحمه من المجتمع أننا كانوا الناس يحبوا الفريق اللي يجبوا حاجة يضخموها من أجل الفريق وعندها اللوغو صح كانوا الرجال وكانوا الناس وشفنا كيفاش خرجوهم وكيفاش ولكن كيفاش تدين تدان كيفاش تدين تدان ونونا بعد يشوفون نصور كيفاش رحموا الشريف وكيفاش رحوا هذا الله يرحمه هذا إذن باش نكمل باش نستعرف هذه استين دماند فات بولا جستيس كيفاش تدينيو كوميسير إباليوتر خابير والخابير هذا دارقع الإباليوسان دو بات صحة فيما فيه القطعة الأرضية هاي لك هنا احنا ما مدرناش ما عندناش الجراء ولا ما عندناش كمش درواء انا بات درواء واني با سبيسياليس لازم دي سبيسياليس بورفرين الإباليوسان دونك هاي لك داروها وهي لك القيمة تحا وهذه هي القيمة تعلق الأرضية والأرضية هذه باش نزيد نقول لك الأرضية هذه رغم يكلوها بورديكانزان تعالى أفوار وقع بخمسمائة مليون كل عام يكلوها زوج ولا ثلاثة اخترات باش يدو خمسمائة مليون لتسمح لهم باش يمشوا الفارق وتدخل الفارع في أموال فارق وتدخل الأموال كالفارق صح بين سخصيك شيخ يعني هذه القيمة جديدة تعلق القيمة الأرضية لما شريف ملال جلل شبيب القبائل في 2018 كان يعرف القيماتها كان يعرف بمسور كان يعرف حتى ولو يعني الطريق بتاع المجيء تيعو مشكوك فيها باش ما نقولوش باش ما نقولوش بارس كرام جاي يحويج يعني ما حبيناش نفضحو شبيب القبائل في البلاتون شبيب قد قبائل اسم كبير ومعيب واحد يهدر يعني هم اللي وصلونا باش نجو باش نعطوا المعلومات الصحيحة للجمهور الرياضي وجمهور تعشاب سامح لي سي جعفر باش الجمهور يفن تقييم العقار المنقول والغير المنقول والعائد للعارضة الجزء الترابي المتواجد بوسط مدينة تيزيوزو المقابلين محطة المسافرين القديمة نظر لموقعها بوسط مدينة تيزيوزو وإلى واجهتها الأربعة المطلة على شوارع المكتدة وكذا 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 قيمة القطعة 200 أفدين جزائل المتر المربع الواحد يمكن متقديرها لهذا الجزء الترابي أي للمساحة الإجمالية الجزء والمقدرة بـ 3489 متر مربع والقيمة الإجليمالية هي 697 مليون 800 ألف دينار جزائيلي 69 مليار 7700 هذه احترام برخ جاء نحن في 2010 كنت تفرض علينا الاحتراف كمان رحنا للإجراء هذا ماما بلودية العلم الفقسطيف شابه بتلقى البارابور لأندي يحد خراء عندها ممتلكات بين القطعة الأرضية كنت علم بها عندها تظهر ما حملي أين قاله بليوسو عندما يتعلق تباتلي جزائيلي فلاتروزين بارتي سيد جعفر سيد جعفر سيد جعفر سيد جعفر سيد روزين بارتي سيد راشيد أزوا وما دبي زيت وضح لي فيما يخص النقاط التي نتكلم عليها الرئيس السابق بريزيدي تقعد معنا جزائيلي فلاتروزين بارتي لكي نتكلموا على شبيب القابل تعاوننا بحكم خبرتك فيما يخص هذا المجال عادل لا يجب أن نخليه وقت لأنك منشغل بما يحدث في الجزائر نظراً للتنظيم شان إن شاء الله نتمنى لك توفيق سوف يتعلم بليزيغ اللي حضرت معنا بليزيغ جوز مع نفسه نشاء الله لكن عندك الوقت لأنه رح تكون منهالي بالعمل رح تفضل سلعة رح نجوزم تماما معي فاق نعرفه من 2006 أو 2007 كل عام نتلقى نلقى صغار شوية لازماتك لاروسين بليزيغ بارك الله بليزيغ بوما فيك باركاية وكل توفيق إن شاء الله إن شاء الله هذا رح يجوز في أحسن ظروف إن شاء الله ويكون أحسن تنظيم إن شاء الله وكما قال رئيس الاتحاد الإفريقي إن شاء الله لكورة القادمة دكتور باتريس موتسيبي رح يكون إن شاء الله أحسن شان تنظيمياً منذ الانطلاق الشان إن شاء الله هذا ما نتمنى شكراً جزيلاً لك عادل حاجات من الوقت توفيق إن شاء الله مشاهدين الكرام في الثالثة حضر معنا راشيد أزوه ويدي بار رح يزيد يكبر فيما يخص شبيبة القبائل غاستي برونشي ماتزابي وشاء الله لأنه فيه أمور فيما يخص الشبيبة يلا فاصله بعد سنواص